اشتركوا في القناة انه بداية الاشهر الحرم التي قال الله فيها وكانت العرب تحرمها لامن الناس في سيرهم الى الحج فجاء الاسلام وزاد من حرمتها وحرمة ابتداء القتال فيها والنهي عن الظلم فيها تعظيما لامرها وتغليظا للذنوب فيها وان كان الظلم ممنوعا في غيرها ومن خصائصه انه من اشهر الحج التي لا تنعقد نية الحج الا فيها كما قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن خصائصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه اربع عمر فعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته قال النووي انما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فانهم كانوا يرون العمرة في الاشهر الحرم افجر الفجور اشتركوا في القناة